قبل واحد واربعين عاماً وبالتحديد في الرابع والعشرين من أغسطس عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين كان ميلاد المؤتمر الشعبي العام بعدها بثمانية أعوام جاء الإعلان عن ميلاد التجمع اليمني للإصلاح وكحال الحزبين فإن لبقية الأحزاب تاريخ ميلاد شاهد على مسار تعددي وحياة سياسية على صوت فيها صوت الشعب الذي يتحدث عبر صناديق الاقتراع على النقيض من تاريخ ميلاد الأحزاب المستند لصوت الشعب يبقى تاريخ الحادي والعشرين من سبتمبر تاريخاً كتبته الرصاص وحضر فيه الموت واحتلت فيه العاصمة ونهبت فيه مؤسسات الدولة وألغي فيه صوت الشعب ليهيمن على المشهد صوت خامنئي من وراء الكواليس إلى حين ثم ليبرز بفجاجة بعد ذلك بسنين وما بين ميلاد الأحزاب الممثلة للحياة السياسية وانتفاشة ميليشيا الموت الناسفة لها والمعادية للحياة بشكل عام ما بين النقيضين تعود ذكرى تأسيس الأحزاب تذكيراً لأعضائها ولعموم الشعب من حولها أنه لا حياة بدون خلاص من ميليشيا الموت وأنه لا وجود للأحزاب والديمقراطية والحياة السياسية ما بقي وجود الميليشيا المهيمن بقوة البندقية وتلك بداهيات تجعل الاحتفاء الحقيقي للأحزاب بذكرى ميلادها كامناً في عدم الوقوع في فخ صرعات الهامش التي يراد جرها إليها كي تبقى الميليشيا تعبث في متن الوطن وتستبيح كرامة الشعب فهل تتحول احتفالات الأحزاب بذكرى الميلاد إلى ميلاد جديد؟ يكتب فيه الجميع شهادة وفاة المشاريع المناقضة للحياة السياسية والجمهورية والوطن؟